طبعاً سنركز على الخصم لانه هنا حتى ولو نشوف الخصم كيف يلعب لآخره ولكن لما ندير تمرين حسب الخصم على لعبين ما مش رحين يلعبوه إذن الشغل يرانا ما نشف في التسديد انتعاني الجيد إذن إحنا رحين قل تركزنا على تطوير القدرات لتعلى اللعب انتعلى الفرديات وكل واحد الاحساب ما كان المركز اللي رح يلعب فيه ولما يعني وهذا رح ملوله إحنا نشتغل في الطريقة هذه باش منعطلوش التطور الفردي انتعى المجموعة لما تكون المجموعة كاملة عندنا فما نركز أكثر على اللعب الجماعي طبعاً إذن هذه إحنا رحين كل ما هو نشتغله هو فرضيات المباراة هي اللي تورينا إذا كنا صح أرانا في الطريق صحيح ولا غلطنا في التحذير تعناه ممكن في الاختيار انتعى اللعبين ولا الاختيار تعط طريقة التحذير